دولة أفريقية تستدعي سفير الاحتلال الإسرائيلي وتوبخه قررت جنوب أفريقيا استدعاء سفير الاحتلال الإسرائيلي لديها ووجهت إليه توبيخا رسميا وذلك على خلفية تعليقات أدلى بها ونقل زين دانجور مدير عام إدارة العلاقات والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء أن بلاده قررت اللجوء إلى هذه الخطوة دون تحديد توقيت ذلك وأكد دانجور في رسالة النصية نشرتها رويترز أنه يأمل أن يتم هذا الإجراء اليوم جادر بالذكر أن جنوب أفريقيا استدعت أول أمثل اثنين دبلوماسيها في إسرائيل لتشاور جراء العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ أشهر وواسط تنامي الغضب الشعبي عبر العالم وأكدت المسؤولة الحكومية أن الدبلوماسيين سيقدمون إحاطة كاملة عن الوضع للحكومة شكرا